موسيقى يوم الاثنين ادخل صهر ملك اسبانيا الى السجن بعد ادانته باختلاس الاموال وفي الثلاثين من نيسان الماضي وزيرة الداخلية البريطانية استقالت من منصبها لانها ضللت من دون قصد البرلمان بشأن خطط الحكومة لترحيل اعداد من المهاجرين غير الشرعيين في لبنان وزير الداخلية يضلل وعلى عينك يتاجر وبالتكافل والتضامن مع اطراف مجهولة معلومة يضلل شعبا برمته بمرسوم تجنيس ملغوم بدرجة سوبر استثنائية من رجال الاعمال السوريين الموالين للنظام السوري تقوم القيامة ويتدخل لواء الامن العام لاصلاح الوضع لكن الوزير يبقى في منصبه وبعد ايام يصطدم الوزير باللواء على خلفية عدم ختم جوازات سفر الايرانيين في مقلب اخر وفي الامس القريب هل تذكرون ازمة مرسوم الاقدمية الذي بقي عالقا الى ان دمغ بتوقيع وزير المالية الامر نفسه تكرر في الساعات الماضية مع مراسيم القناصر الفخريين والنتيجة فتشوا عن عقدة تمسك الثنائية الشيعية بوزارة المالية خطوات بسيلية غير مدروسة تفتعل اشكالات ثم يرضخ المشاكسون للامر الواقع كل هذا النكد السياسي والبقعة الضوئية الحكومية مطفأة حتى اشعار اخر وبدل التقدم فكفكة العقد في تراجع مضطرد ورئيس الحكومة المكلف يبدو تائها بين ثنايا لعبة تقاسم الحصص في ماشاة الليلة المستشار العام لرئيس حزب الكتائب اللبنانية الدكتور فؤاد ابو ناضر فأي تحديات يقرأ في تشكيل الحكومة وأي استراتيجية جديدة سيعتمدها الحزب لمقاربة المرحلة المقبلة أسئلة محورية في حلقة الليلة فكونوا معنا يعني بدنا نقول لكل اللي حابين يتابعونا صوت صورة نحن كمان هلأ مباشرة على الفيسبوك على بويس أوف لبنون 100.5 سؤال يعني كل العالم اليوم حديثة حديث الوضع الاقتصادي الذي يكاد ينفجر المسؤولون مشغولون بلعبة عض الأصابع الحكومية بتأديرك ما الذي يؤخر تشكيل هذه الحكومة أسباب خارجية أم جشع داخلي اللي مبين هلأ أنه طلبات الأطراف السياسيين هي اللي عم بتعيق صدور الأسماء والوزارة الجديدة لنحن المعلومات اللي عنا إياها أنه بين التيار يعني الحصة المسيحية بين السناء المسيحي وسطه تقريبا كل واحد عم يطالب بيحصة له والحصيلة بين الاثنين صارت 17 وزير تقريبا بدين ما يكونوا 15 صاروا 17 وكذلك الأمر في الحزب الاشتراكي كمان عم يطالب بالثلاثة ما بدوا يتنازل ما بدوا يتنازل أبدا عن حصة درزية إذن وقف الأمور بهال منظر يعني بهال إطار هذا وهذا اللي عم بيخلي شوي صغيري أنه الرئيس الحكومي يرجع لورا ويقعد شوي برات لبنان تحتى يموي شوي عن نفسه ويقدر بزيد الوقت يشوف الصورة من بعيد كذلك الأمر تبين أنه فيه مضبوط فيه بعض الضغوطات الإقليمية صارت على رئيس الحكومي تحتى يستجيب أكثر لطلبات القوات اللبنانية وبذات الوقت منشوف أنه من جهة تانية صار فيه كمان ضغط بالمقابل ضغط سني يلي كمان عم يطالب يحصه كل هيدولي أنا برأي فيه نحله بكتير سهولة وبكتير سرعة لأن كل الناس عارفة ووعية أن الوضع الاقتصادي كتير عاطل باللبنان وكلنا عم نعرف وحكم مصر في لبنان مبلغ كل الفرقاء أن الوضع باللبنان ما بقى يحتمل هلأ هو كان شوي صغيري إيجابي وأطلع قال أنه عنا بعد للألفان وثلاثة وعشرين عطينا البنك الدولي للألفان وثلاثة وعشرين بعد هيدا خلاص بيصير وضعنا كتير صعب إذن عطى شوية مجال إنما بالفعل نحن وضعنا كتير صعب بالوقت الحاضر ويجب أنه كل الناس يفهموا أنه هيدا الشي بش ممكن رئيس حكومة بستأنهليكها هو عم بيطرح الموضوع أنه يكون فيه أربعة للقوات تسعى لرئيس الجمهورية والتيار ويبقى اتنين لأطراف مسيحية أخرى وهيدا اللي هو عم بيطرحه بالوقت الحاضر إذا قبلوا فيه أنا برأيي ساعة فيها تمشي بسرعة الحفومة يعني برأيك اليوم مين اللي مش قبلان أنه يتوزعوا وزيران مسيحيان على الأطراف الأخرى غير الثنائي المسيحي هولهن هن مين؟ الرئيس الجمهورية مش قبلان ولا القوات مش قبلانة؟ لا القوات أكيد مش قبلانة والتيار أكيد عم بيواكد وعم بيشوف أنه فيه مزيدة من قبل القوات عم هو كمين عم بيطرح وعم بيزيد من جهته إذا القوات بيرجع عن الخمسة عم بيطالبه كانوا بستة حتى حتى ست وزراء إذا بيرجع على الأربع وزراء أنا برأيي بصير كل شي هيا وكل شي ممكن يعني رئيس الجمهورية حريص على تمثيل الجميع بالحكومة المقبلة وأكتر من مرة صرح فيها أنتو كحزب كتائب إلى أي مدى أنتو مستعدين تشاركوا بالحكومة وعلى أي أساس؟ رئيس الحزب قال إن كان من بعد ما ظهر من الأسر الجمهوري أو من الأسر الحكومة صرح أنه نحن هلأ بهالمرحلة هذه الصعبة العميره فيها البلد نحن نعطي فرصة جديدة وبذات الوقت نواكب العمل الحكومي اللي رح يصير حتى نقدر ننقذ هالبلد من المشكلة العويصة اللي وقع فيها وبذات الوقت الحزب منفتح على أنه يشارك بالحكومة إذا كان في حسب ما رح يعرض عليهم رئيس الحكومة من منصب أو وشو النوع الحقيقي؟ يعني بعد ما في تواصل بينكم برئيس الحكومة المكلف ما تلقيتوا أي عرض منه؟ لا ما تلقين بعض عرض رسمي وجدي وإنما في تواصل نعم بس بعد مصر في طرح جدي من قبل رئيس الحكومة أو من قبل الوزير المكلف رئيس الوزارة المكلف دكتور فؤاد أبو ناضر خليني قطعك شوي عم بيقولولي في خبر من زميلنا محمود شكر محمود تفضل في خبر أمني على مفهمت؟ محمود؟ على كل يبدو أن الاتصال نقطع مع زميلنا محمود شكر اللي وصلني من أخبار عاج لأنه فيه اشتباكات أمنية ببعلبك ببعلبك يعني خلينا نشوف بعد شوي إذا بيرجع بتأمن الاتصال خليني نتابع مع المستشار العام لرئيس حزب كتائب دكتور فؤاد أبو ناضر وبيعتذر سلفا على المقاطعة يعني كنا نحكي بموضوع الحكومة لتلي أنتو كحزب كتائب تلقيتو نوع من هيك رؤوس أقلام أو خطوط عريضة بس ما في عرض رسمي مباشر من رئيس الحكومة المكلف للمشاركي بالحكومة يعني على ما يبدو رجع جهز الاتصال خلينا ناخد الاتصال محمود يعني ننتقل من الواقع السياسي إلى الواقع الأمني المتفلد الذي يجري وجرى منذ حوالي تلت ساعة في الأراضي المتداخلة عند الحدود ما بين الهرمل والأراضي السورية فقد أكدت مصادر رفيعة المستوى تتابع الذي يجري إلى أن اشتباكا مثلحا يجري ما بين عشيرة آل جعفر وعشيرة زعيتر من جهة وآل الجمل في زيتا من جهة أخرى وأشارت المصادر إلى وقوع قتلى وعدد من الجرحى وكما أشارت المعلومات إلى تعرض موكب نوحذ عيتر الذي انتقل من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية إلى وابل من الرصاص من آل الجمل يشار إلى أن الاشتباك الذي يحصل هو جاء على خلفية ثائرية كانت قد بدأت منذ حوالي الأسبوع ما بين عشيرة جعفر وآل الجمل والذين سقطوا من جانبهم قتيل فطالبوا آل جعفر بأن يقدموا الذي قام بالقتل من آل الجمل إلى المحاكمة الأمور هدأت في اليومين الماضيين ولكن منذ نصف ساعة عادت وأشار المنظر إلى أن الاشتباكات تجدي بالأرسحة المتوسطة والخفيفة يشار إلى أن المنطقة صعبة التدريس الوصول إليها إن كان من الجانب اللبناني هي صعبة وهي مسألة في أراضي متداخلة عند الهرمن ومن جهة القصير السورية شكراً لزميل محمود شكر نعود إلى المستشار العام من رئيس حزب الكتائب الدكتور فؤاد أبو ناظر بين هلالين يعني اليوم حدث سيدا على ما يبدو مثل مفهمنا من زميلنا في استهتاف لموكب نوح زعيتر يعني أشهر من أن يعرف الرئيس نبيه بره اليوم بتصريح لقلو بقول هيبة الدولة مفؤودي فيما خاصة الوضع الأمني بتشارك الرئيس بره هلالين؟ بشكل بشكل مباشر إن كان حركة أمل وإن كان حزب الله قيمين على هالمنطقة هايدي وهني اليوم عليهم يعملوا خطوة جريئة هني عليهم يعملوا خطوة جريئة اليوم ويجوا يقولوا لرئيس الجمهورية ولا الجيش اللبناني نحنا ننسحب من ننسحب إذا بدك من المسئولية المباشرة على الأرض منسلمكن ياها وعليكن إنتوا إنكم تروحوا تحلوا المشكلة وتلموا السلاح من أيدي الناس ويترجعوا إنتوا تفرضوا الأمن لأن هايدي المهزلة المدمرة اللي عم تحصل اليوم ببعلبك مش معقولة تكفي أنا بعرف كتير منيها بعلبك أنا عم بطلع كتير على المنطقة لفوق بعرف وين عن شو عم بيحكي كان هلأ المراسل تبعاكن ما في شك إنه كل الأهالي مستئين كل الأهالي اليوم متضايقين من هالجو الصعب والعاطل اللي حاصل على الأرض يلي عم برجع المنطقة لورا يلي خالق الصيط كتير عاطل لبعلبك لمنطقة بعلبك من أجبل مناطق نحنا بلبنان هي بعلبك عم بتحمل مسئولية للثناء الشيعي بس بالمقابل الثناء الشيعي رفع الغطاء أكتر من مرة وهن اللي عم بينادوا وهن اللي عم بيبادوا عالي لازم يعاملوا هالشي بالفعل ولازم هن يروحوا ويسلموا هالمسئولية الأمنية للجيش اللبناني فقط ويعطوه الغطاء السياسي وحين أذن على الجيش إنه هو يتصرف مع القوى الأمنية تحتى هن يتصرفوا على الأرض ويفرضوا هالهيبة الدولة ويفرضوا بقى الأمن على الأرض أنا بظن إنه الجيش قادر بس الجيش منه قادر يتصرف إذا فيه إيده وإجر وإذا فيه ناس بيقولوله إيه ما تعمل أو ناس ما تعمل هالقد عمولها أقل شوي لازم نعطى ضوء أخضر للجيش وكل هالأحزاب هاي دي تقعد عجنب يعني برأيك اليوم بعد ما في رفع أو أعطاء غطاء سياسي للجيش من أجل تطبيق الخطة الأمنية ببعلبك؟ أنا برأيي الحكي شي والفعل شي بالحكي إيه؟ عم بيحكوا هيبة الدولة وما بعرف شو خبريات من هنهم هن عارفين إنه هيبة الدولة ما في فوق عارفين إنه من الوقت لو هلت بروح بيحقوا السرايب ببعلبك؟ عارفين إنه كل فترة بيصير فيه إشتباكات وإنه القبائل فوق والعشير فوق أقوى من سلطة الدولة وعطينا من إيده وعطينا من إجرى كمان مشان هيك إنه مش مقبول بقى تكفي هالأمور هاي دي بهالشكل الناس كتير مستقين المواطن العادي البقاعي جدا مستقين أنا بعرف عن شو عم بحكي خاصة إنه هلأ إدمين على موسم الصيف في مهرجانات فوق وفي عدد أمور حبين يعملوها فوق ببعلبك؟ عنا من أجمل المناطق اللي هي منطقة بعلبك الهرميل الناس ما عم تسترجع تطلع لفوق حتى اللي بعلبكي ما عم يسترجع يطلع لفوق فيه استياء كتير عارم وأنا برأيي اليوم قبل بكرة لازم بقى الجيش هو ينزع على الأرض ويكون الوحيد هو فارد هيبة الدولة وفارد وحيم الإسلاح على الأرض فوق دكتور فعاد أبو نادر يعني تغريدة النائب واليد جنبلاط مؤخرا وصفت العهد بأنه فاشل هل توافق توصيف النائب جنبلاط؟ لا أبدا 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 مني ماشي مع ولي جنبلاط بهالموضوع ولا شوي أول شي لاحة تصلوا سنة ونص بعد ما ما خلص ما ألع لاحة تاني شي صلنا تسع سنين إذا بدك قبل ما استلم رئيس الجمهورية الحالة زمام الأمور كان البلد شبه مشلول وكانت الأمور عم بتسير لورا عم ترجع لورا وبقينا سنتين بلا رئيس الجمهورية وبقينا تسع سنين بلا أنون انتخاب لا أنا برأيي إجا رئيس الجمهورية الحالة رجع القليلة حط الأمور على السكة وحط الدولة على السكة هل قدر يعمل كتير؟ لا ما قدر يعمل كتير لأن الوضع هو شي صعب وكلنا بنعرف أنه مشكلتنا هي السراع للسلطة بين الطواقف والتناحور بين الطواقف بأخري كتير تقدم الدولة وكلنا بنعرف أنه من بعد تسع سنين ولد أنون انتخاب ونعمل انتخابات نيابية والأمور اليوم على القليلة صار فيه صار فيه شوية دولة عم ترجع تشتغل على الأرض بأنا مني مع أبدا يلي قاله ولي جمبلات وأنا بدي كمان زكي بشغلة بش لأنه اليوم في مشكلة على صعيد التوزير وعدد الوزراء اللي هو عم يطال فيه يلي ممكنك ما يعطوه إيها أنه بيصير ساعة العهد فيشل والعهد بشي منيح لو عطوه ثلاث وزراء ما كنت لعال أنه العهد فيشل أو مانوفيشل من رأيك نائب جمبلات أطلق عبر تغريده مرحلة معارضة العهد أم أنه هجومه فقط لشد العصب بمرحلة انتقال يعني الزعام الدرزية إلى ديمور أنا برأيك كتير استعجل بالموضوع يعني خلت بلش الحكومة وبلش ينتقل الحكومة ما فيه ينتهد ينتقل العهد لأن الحكومة مركبت لأنه يمأخرها كمان هو من الناس اللي عم بيأخروا تقلياتها الحكومة إذا عم بيطالب بيحقه دكتور أبو نادر نائب جمبلات نائب السبق والجمبلات بيكون عم بيأخر الحكومة يقعد هو ساعته ورئيس الحكومة يتفي معه إذا هيدولي بيطلعوا ثلاث وزراء خليعطوا ثلاث وزراء وخليعطوا ثلاث وزراء وخليعطوا تمشي الحكومة بقى نحنا ما بنعرف بالكواليس شو عم بيصير بس أنا أكيد أنه لو كان عطوه من الأساس ثلاثة ما كنطلع غرد هيك والجمبلات خليني قللك شو فيه على مواقع التواصل بالساعات الماضية يعني حزب الكتائب يتودد للعهد هذا عنوان عريض كتب وأرفق بصورة لتعليق لافتة كتائبية بالمتن ترحب بأحد نواب كتلة لبنان القوي هل عن جد بدأتوا تسيروا العهد لتحصلوا على مقعد بالحكومة؟ لا هيدا الشي مش مظبوط أبدا نحنا فخورين بكل مرحلة المعارضة اللي مشينا فيها وإذا بترجع بتتذكري إنه قدرنا مرتين نروح على نوقف قوانين طلعت وأصدرت بالمجلس الوزراء ونحنا قدرنا بذات الوقت نفرض لعبة فيها شففية لعبة سياسية فيها شففية وصاروا الوزراء والنواب يستهيبوا شو رح تطلع تقول الكتائب كيف رح تطلع تعارض الكتائب وكيف رح تقدم طعون الكتائب ومشيناك نحنا ساهمنا باستقامة في الحياة السياسية بالأبنان وهذا نحنا فخورين فيه جدا هلا هيدا الشي الناس يمكن ما قدرته متل ما لازم ايه أوكي مش مش مشكل هيدا الشي بيرجع بعدين نحنا الباب أنا ما بظن هيدا لازم نبني نحنا على هاليافطة صارت أو ما صارت أنا ما برأي هيدا هي الأمور نحنا إخدين قرار أنه نحنا بدنا نكون إيجابيين بهالمرحلة ما بدنا نكون نحنا منا سلبيين لنكون سلبيين نحنا سلبيين تحت نغير إنما اليوم وقت شفنا أنه البلاد وصلت لمقالة إليها اليوم نحنا قررنا نعطي فرصة جديدة هذا ما بيعني ونحنا منبطحين تناخد وزارة ممكن ما يطلعنا وزارة لحد يطلع بكل التركيبات اللي حاصلة اللي نحنا عم بتتمرر مرر بالإعلام الكتاب ما إلا وزير إذن هيدا بمعزل أن شاركنا أو ما شاركنا بالوزارة نحنا إخدين قرار أنه رح نكون إيجابيين ونتعامل بإيجابية مع لاحد يعني بالماضي مثل ما ذكرت حضرتك اخترتوا الاستقالة للمحافظة على حرية المعارضة اليوم إذا خيروكم بين التخلي عن نهج المعارضة والانخيرات بالحكومة أو المعارضة من الداخل كيف هيدا بتكون تعرضوا من الداخل داخل الحكومة أكيد لأن نحنا الحكومة نحنا لازم نفهم شغلين أنه لبنان ما أنه بلد عادي لبنان بلد مزيك طوايف وصورة الحكومة على صورة مجلس النواب يعني الحكومة هي مجلس نواب مصغر وبمجلس النواب المصغر عم بيصير فيه معارضة هيدا ما بيعني أنه كل الحكومة اليوم منسجمة مع بعضا وكلها سوى ماشي باتجاه واحد أنه هي المولاة وفي معارضة من قبيلة لا بش مزبوط الحكومة هي تركيبة الحكومة تركيبة مجلس النواب بالتركيبة الأرض والطوايف بآخر تنهار تسمح ليقلك دكتور أبو ناضر أنكم اليوم عم تعطوا حق للقوات لتجربتها السابقة يعني لا ليش عكل حال عكل حال ما في شك أنه كمان القوات بأول مرحلة كانت هي عم تعارض من برة وأرب ترجع تعارض من جوا كمان إذن هني كمان تعلموا يمكن من تجربة معينة مثل مرحلة كمان تعلمونها من تجربة معينة وأنا أنا بظن أنه الحياة السياسية فيها كتير أخذوا عطا هذا ما في شيء أبيض ما في شيء أسود لأن اليوم خاصة بالسياسة في لبنان تتعامل مع الواقع اللي نحن عم نعيشه بوقت نلقوات كان بيستوجب أنه نحن نقوم بالعمل يلي كان لازم نحن نعمله ونعطي نكون على القليلة إلى جانب هالرأي العام يلي كان يجرب يعبر عن حاله وعن استياءه وعن أرفه وعن خاصة الأحباط طبعه يلي وصلوا من بعد ما شايف التعامل يلي عملوه فيه الرجال السياسي وطبق سياسي في لبنان كان لازم نحن نعمل هالتجربة وأنا برأيي هالتجربة كان في من قبلنا نحن لعبناها على الآخر لعبناها بكل من كل قلبنا ونحن استخلصنا كتير العبر من هالموضوع هيدا ونحن عم نشتغل على أساس أنه نرجع حقيقة نبني الخطاب السياسي طبعنا ورجع نبني التركيبة طبيعتنا السياسية رح نرجع نحكي بموضوع بناء التركيبة السياسية والخطاب السياسي لحزب الكتائب خليني بس قبل درب الحكومة اليوم في ظلها العقاد والإشكالات وتقاسم الحصص والشراها برأيك نحن اليوم بحاجة لتسوية جديدة لحتى تنطلق الحكومة بين الأركان اللي المعروفين يعني أنا مأمن أنه باللبنان ما بيركب إلا ديمقراطية توفقية اليوم من هلأ لحتى ننهي شيء اسمه وصيره على سلطة بين الطوايف ونشيل الخوف بالأسف الشديد نحن عم نشتغل مثل النعام يعني نحط رأسنا بطراب نقول لا واحدة وطنية وطلاحة ومنحب بعضنا وكل شيء يخي مش مظبوط لازم نوقف نكذب على بعضنا ونعترف بواقع معين أنه هيدا البلد منه بلد أوموجين هيدا بلد موزيك لـ 18 طايفي خلنا نحط برأسنا هيك هيدا هالشي هيدا يلي بيسموه العقد اللبنانية خلنا نحولها لشي إيجابي أنا برأيها هيدا فينا نحولها لمبادرة عالمية بالشعوب كيف بتدير حالها ونحن فينا نكون موديل للشعوب المحيطة فينا خاصة نعم نفتش بسوريا على طريقة يرجع يديروا سوريا الجديدة والعراق كيف نرجع يركبوا العراق الجديد إلى آخر فيه اليوم تجربة لبنانية فينا نحولها لتجربة جدا إيجابية إذا نعرف نحن نشتغل بشكل جدي ونواجه الأمور بشكل جدي نحن عم بحطونا أمام أمر واقع اليوم في لبنان أو نعمل حكومة وحدة وطنية بين هلالين يلي هي تتقاصم الحصص ويلي هي تمرق لك أو يا شباب بدنا نروح على حرب أهلية يا خيتب شو هالخيار ما فيه خيار آخر ما فيه خيار تالت ما فيه خيار يلي هو حقيقة بيكون يعطي لكل هاللبنانيين أمل أنه هذا بلد خرج أنه يعيش هذا بلد نهائي لكل أبنائه وهيدا الخيار اللي أخذته الكتاب بالانتخابات الماضية أنه إيه فيه خيار تالت يلي هو بيكون خيار عابر للطوايف وعابر للمجتمعات كلها سوا ما قدر زهر حاله أكيد ما قدر زهر حاله أنا برأيي هيدا ترشي بده وقت بعد ما فيك اليوم من بعد مئة سنة نسألو عمره لبنان مئة سنة وقبله كمان في مئة سنين يلي كان نحن عايشين نحن بها التوازن الطائفة يلي هش والتوازن المذهب الهش يلي هنعايشينه نجي نحن بزرف سنتين قد نغير كل شي مش ممكن خاصة ونحن عم نعيش بظروف داخلية وأقليمية كتير صعبة ظروف داخلية يلي بعد فيه الشحن الداخلي وفيه السراع السن الشيعة اليوم يلي لازم ياخدوا على الاتبار يلي خلق حال جديدة اليوم على الارض وهالحال جديدة فيها تتفجر بحقيقة ساعة وشفنيها بال2014 شفنيها شفنيها بال2008 مش عم بحكي أنا عن الحرب يلي صارت من 75 إلى 99 عم بحكي هلأ هلأ من كم سنة صارت من 2014 لحديث ما خلصت قصة داعش بالجرد فوق نحن كنا عايشين بوضع كتير هش بلبنان طيب ما نحن عايشين بوضع عهش بلبنان بوضع اقتصادي صعب بلبنان بوضع اقليمي متفجر اقليميا خاصة بسوريا واليوم في صراع ايراني اسرائيلي عن جديد وايراني سعودي والله بيعلم شو بعد فيه اشياء نحن اليوم نحن نقول هالتجرب العمرة سنتين اللي جرد بيعملها حزب الكتائب بدأ نحكم عليها بهالظرف هذا لا أنا برأي هذا الشيء بيكون مزبوط وما بيكون عادل وعكل حال بيكون تاريخيا الخطأ ان احنا نجي اليوم نحكم عليها دكتور ابو نادر بتقييمك للوضع اليوم الحكومة ستولد ام انه سنبقى باطار حكومة تصريف الاعمال أنا برأي الحكومة ستولد لأن فيه كتير ضغوطات داخلية وخارجية وصار في نضج داخل لحي تتولد هالحكومة بس اكيد كل واحد عم يجرب هلأ يلعب على الحفة متل ما بيقوله on the edge متل ما بيقوله الامريكان عادي الحفة نحنا عم نتزاكع على بعضنا كل واحد عم يشد الحبيل بس كلنا عارفين انه في عنا امتحان يلي هو الامتحان الاقتصادي نحنا كلنا عارفين انه اذا بدنا المساعدات الاوروبية والدولية اللي بتجي للبنان فيه اصلاحات سريعة ولازم تسير وكلنا عارفين بذات الوقت انه الوضع النقدي صعب جدا نحنا كلنا عارفين سنتجي ادميه على فيه مداز راح خاصة راح تنجو بتسكر ابويبة نحنا كلنا عارفين هالشي هيدا بس اليوم انه قدية عم تسلة شوي صغيرة تحت نشوف اذا هالطرف التسلية قداش هامشوا الزمني انا ما برأي اكتر من اسابيع ما برأي اكتر من اسابيع لان مش محمول بقى انه يقدر يكفوا اكتر من هيك لان فيه ناس بلاشوا يكبوا ايه بركبة تشرين انفرجت يعني وتقلق صار في تأليف برأيك اي تحديات ستواجه هالحكومة المقبلة في معضل كبيره هي النزوح قصة النائب النفس الاستراتيجية الدفاعية ترسيم الحدود ملفات كبيرة ضخمة اقتصاد خلافية اقتصادية كل هيدول ما في شك ما في شك اذا ما في رؤية موحدة عابسط شي ملف النزوح ايه يعني ما في رؤية موحدة كيف هالحكومة بدأت تقدر تخوض على اي اساس مشان هيك انت عم بتأكدي شي لانا قلتليك انه الببنان منه بلد متجانس مع بعضه مشان هيك انه احنا علق ليلي بالامور الاساسية لازم الحكومة تطلع بكرة بورقة عمل يالهي بده يكون البشروع البيان الوزاري يكون كتير واضح بما يتعلق بالشي ياللي قلتين حضرتك مش ممكن انه نحنا نحكي عن النزوح السياس النزوح السوري اليوم بطريقتين مش ممكن هلأ كيف تتنفذ بيتنفذ هالموضوع هيدا هيدا غير موضوع وهيدا بتنترك للتكتيكات الصغيرة شو تعليقك على مقاربة وزارة الخارجية لموضوع ملف النزوح مؤخرا والهجم ياللي صارت على المنظمات الدولية كيف كان الأداء ما في شك انه هيدا الموضوع ما في شك اول شي خلنا نحكي انه اذا بدك الأداء يمكن كان شوي قاسي من قبل وزارة الخارجية بس انه وقت تجي انت تشوفي انه منظمة دولية عم تجي نحنا عم نعمل مستحيل تنرد هالسوريين على بيوتهم ما حدا عم بيخط فرد براسه للسورية عم بيقول له فل هلأ من لبنان ما حدا عم نشتغل شي بالطراضي معهم تحت ان يتحضرهم الأجواء اللي هيرجع على لبنان هلا كيف من تحت الطول مين عم بيحضر وكيف عم تنشغل اللي حتى هيرجع هالألوف للسوريين على سوريا هيدا غير موضوع بس انما في محاولة جدية من قبل اليوم الحكم من قبل السلطات اللبنانية يرجعوا قد ما فيهم السوريين على القليل على الماطل ما فيه اشتباكات بقى والناس يلي ما عنده مشكلة سياسية بسوريا عملوا معروف رجعوا على سوريا على القليل هناك عندكم شغل هناك بيتك هناك يعني باخرة نهار وانت عيش مع هالنظام صالك عشرات السنين يعني انه مش هلأ واقفة اذا بترجع وما بترجع اذا وقت تكون فيه محاولة جدية من قبل الدولة اللبنانية بالرغم من كل المشاكل بالرغم انه نحنا ممنوع نحكي مع الدولة السورية انا مع انه نحنا بهالموضوع تحديدا عودة السوريين الى بلادهم نحكي مع الدولة السورية حتى نرجع السوريين على بلادهم لانصاروا عبق ما بقى فيه كمل بلبنان اللبناني ما بقى فيه ان يحملوا مليون ونص يمكن اكتر كمان من النازحين السوريين وفيه نص مليون كمان فلسطيني بين اللي كانوا موجودين هنا وبين يلي اجوا من سوريا كمان اذا لبنان اليوم يرزح تحت هالعبق يلي كتير مهم ويلي كتير صعب ويلي ما بقى يقدر يحمله وانا بعرف انه باماكن خاصة باماكن لان اكتريت النازحين السوريين تنقول اكتريتهم سنة تنقول بالاماكن السنية بالقرى السنية باللي بقى انا كتير عيشها لما انتقفوا عم نشوف انه يومية فيه اشتبكات بين اللبنانيين السنة المسلمين السنة مع سوريين مسلمين السنة ليش لا عم بيكلوا من اكلهم عم بيكلولوا اكلاتهم الريف اللي كان نقص مطنين بيننا وبين السوريين صار عم ياخدوا السوري وما عم ياخدوا اللبناني بقى اذا اليوم صار فيه عبق كتير 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 تقيل ما بقى فينا نكفي الى جانب انه 30% من كهربتنا عم تروح للسوريين انا تخبرني مدير عام الوزارة الكهرباء انه مرة قطع بج ترانسفومنتور على مخيم بلاجئين سوريا احدى المخيمة يلي موجودين بلبنان بج ترانسفومنتور الليل حانا يركبنا ترانسفومنتور تانى نقدر نوقف المظاهرات طب وبعدين انا اليوم ما عم يجيني كهرباء عبيتي انا عم تنطع الكهرباء بيتي وانا لازم عم تلتين من كهربت للسوريين انا عم بشي كهرباء من سوريا تعطي للسوريين اللاجئين هون ببلاش 30% من الكهرباء انا عم بدفعها تعطيونيها ببلاش لعنون طب انه بعدين طب هون بدي اسألك سؤال عم بتقول انه مقاربة خارجية منطقية بالنسبة للك ما تحفظك على الاداء ما تحفظك على بعض من الاداء انا برأي 100% مظبوطة وانا برأي كان 100% لازم بقى ندق الجرس هيك نقوص الخطر ونفرج نكشر شوي صغيرة عن ايامنا لان هيدول الجماعة ركبين عدها هرهم داندليق نجريون خلنا نحكي امور متل ما هي وقتبلش نحكها غير لغة وزارة الخارجية عن تصريحات السفير الالماني يلي اتهم فيها تصريحات المسؤولين الربنانيين وبين هلين هون يعني اكيد الوزير بسيل بانه كاذبه فيما خاص موضوع اللاجئين ليش مردوا عليه للسفير صراحة ما بعرف انا مني مني بالاكيب طبعا او قريب من وزارة الخارجية اعرف ليش مردوا وليش هيدا بس انا فيني اقلليك انه تجربتي انا مع منظمات اليوان يلي هنمسؤولين عن اللاجئين مع بعض السفرة ببعض الدول الاوروبية يلي وقت يحكوك عن النازحين بيحكولك انه وكأنه حرام النازحين انتوا عم تبطهدون وانتوا بتكون تبعتون وانتوا عم تزلون يا اخ ما عم بفهم انا هالمنطق الاعواج يلي احنا عم بعملونا فيه انا شو بدي شو قال وزير بسيل وشو رد عليه السفير ما بعرف اصلا ما بعرف شو قال السفير الالماني على المضبوط يعني ما بقدر مشي نيك على الموضوع بس انا انا تجربتي الشخصية مع بعض السفرة ما رح سميهم دول اوروبية مع ناس كانوا قراب حتى من السفرة البابوية عم بعطيك وقائع انا بمجتمعات التقاية انا ويهن وحكينا بقصة النازحين السوريين حكيوني بشكل انه انتوا اللبنانيين عم بتأثروا المحبيس صاروا 30 او يمكن 100 من المحبيس اليوم اللبنانيين بالسجون اللبنانيين صاروا سوريين وانتوا عم بتحكوك لالاشي هدو هدا الشي كذا وهدا الشي مضخم يعني صارنا نحنا نحنا اكلين الضرب صارنا نحنا كمان مسؤولين عن الموضوع هذا بقا انا شو بدي شو عمي الحكي انا تجربتي انا شخصيا مع هالسفرة كانت كتير سيئة مش هينيك وقت شفت انه هالرد الفعل اللي صارت انا بشوف انه كتير مضغوطة كتير بمحل خلينا انت الى موضوع اخر فضيحة مرسوم التجنيس يعني صراع صلاحيات شو بنا نقول صراع احجام شو كيف وصفت هالموضوع طيب ما في شك انه اول شي هنحكي عن المعطيات طبع التجنيس متل ما فهمين انه فيه تقريبا بال400 وشي اكتر شوي اكتر شوي اكتر شوي اكتر شوي حاصلو 400 وشوي بمرسوم التجنيس مضبوط فيه ناس ما بيستاهلوا وانا برأيي وهيدا المقواف تبحث بالكتاب انه نحنا طلبنا رئيس جمهورية انه عيد النظر ببعض الناس بقانون التجنيس بالمرسوم التجنيس يلي يلي اصدره ونحنا بالعكس منلاقي انه هيدا من صلاحية رئيس جمهورية ولازم رئيس جمهورية يحافظ عليها وهيدا شغلة كتير مهمة ونحنا نرفض طالعا اللي صار هلأ بانون التجنيس سمقتني كنت بدي اسألك من باب اللي قالوه الحزب الاشتراكي انه رئيس الجمهورية ما بقى له حق يطلع مراسيهم التجنيس لان من بعد الطايف رئيس الجمهورية صلاحية رئيس الجمهورية مزهي معطات لكل مجلس الوزراء مجتمعا بقى نحنا هون ضد كليا هالمنطق يلي بيقول هيك ونحنا مصرين انه رئيس جمهورية حافظ على صلاحيته انه يقدر يجنس ناس يلي هو بيلاقيهم انه بيقدر يخدموا القضية اللبنية يقدروا يكونوا قيمة مضافة للبنان بس ما انتوا كنتوا المبادرين لكشف الموضوع نحنا كشفنا لان في ناس نحنا مصرين انه هيدا الشي ينشاله من مرسوم التجنيس نعم نحنا ضوان عليه ونحنا فخورين نضوان عليه وهيدا يمكن اول واحد يلحك فيه هو النائب نديم جميل وهيدا كان حقيقة نحنا بلشنا الموضوع انما نرجع من حط الموضوع بإطاره لشاناك نحنا ما شاركنا بالطعن لتقدم من قبل حزب الاشتراكي ضد قانون التجنيس متل ما هني حطوه بإطار انه رئيس جمهورية ما عنده الصلاحية هذا الشي نحنا بنرفضه كليا وهون بحب قلك شغلي انه انه رئيس جمهورية حط الموضوع بإيد الأمن العام والأمن العام رح يطلع تقرير طبعه قريبا جدا نهاية الأسبوع وتتبين انه عرض انه فيه أسماء ما له الحق ياخده الجنسية اللبنانية وانا برأي على أثر هالقرار هيدا سيعاد النظر بالمرسوم أو سيشتبوا هالأسماء من المرسوم هيدا واحد اثنين في بعض الفلسطينيين يلي نحط أسماءهم يمكن قربين خمسين واحد يمكن إذا مش مغلب خمسين لثمانين واحد فلسطيني كمان هيدول رح يكون في طعن فيهم لأن الفلسطيني يعني توطين واي قانون تجنيس لازم يستسني الفلسطينيين مبدئيا بقى بقى انه عم تحكي عن التجنيس انا بدي بس ارجع اذكر بقانون تجنيس يلي طلع بالأربعة وتسعين نعم يلي انا ما شفت وليه جملات عملها هالأيامي علي يعني وقت كان فيه ميتان واثنين ألف ملف تجنسوا بلبنان ميتان واثنين ألف يلي فيه بيناتهم مية وخمسين ألف ملف مسلمين بين مية ألف ملف سني سبعة وثلاثين ألف ملف شيعي وثلتعشر ألف ملف بين درزي وعلوة وخمسين ألف ملف مسيحي ما شفت أبدا والجملات ايامته وما شفت أبدا بالأحزاب رجعوا حكي عنه هالموضوع هيدا بالعكس جروا يمرقوها ويقطعوها وهيدا خلل كبير بالتوازن طائفي بلبنان وهيدا كان حقيقة مضر بالتركيبة وبالتعايش اللبناني الإسلام المسيحي بلبنان إذن أنا اتفضل بدي حط بهالموضوع هيدا ونحن عاكل حال عم نشتغل هلأ حتى نرجع نعيش لأن صار في طعن على أنون تجنيس لـ 94 والطعن قبل بوقتنا لقويت وبعده لحديث هلأ بالجورير وما تنفذ نحن هلأ بدنا نسعى أنه نشتغل على تنفيذ الطعن يلي صار بالـ 95 بالنسبة لأنون التجنيس يلي كان جدا مشحف بالطواقف المسيحية جدا مشحف وظالم وبذات الوقت كان ومشبوح انشغل من قبل يمكن وقت السلطات السورية أصدا تيخلقوا قل التوازن أو تيكسروا التوازن المسيحي الإسلامي في لبنان حتى يضعفوا وبذات الوقت يقصصوا المسيحيين يلي استرجوا خلال 15 سنة يوقفوا بوجهم وبوج هيمنتهم في لبنان دكتور فؤاد أبو ناضر المستشار العام لرئيس حزب الكتائب بدي أضطر إرجع قاطعك وبعتذر لأنه على ما يبدو زميل محمود شكر على ما يبدو أيضا في تطورات جديدة ولكن مثل العادة الاتصالات بلبنان بدخلنا مش مشكلة رح نرجع لمحمود بس توافر الاتصال كنا عم نحكي عن موضوع مرسوم التجنيس قلتلي أنه أنتو كتائب اليوم رح تفتحوا صفحة أخرى وهي صفحة تنفيذ الطعن يلي بمرسوم 1994 يلي كان مشحف بحق الأطراف المسيحية هيدا رح نشتغل عليه أكيد وهيدا رح يكون من أولوياتنا بالمرحلة الجديدة خليني أسألك مرأت شغلي بخلال حديثنا عن مرسوم التجنيس يلي ما تعون فيه عمليا هلأ قلتلي أنه نحنا ما شاركنا بطعن الاشتراكي لأنه ما منشاركه بوجهة نظره بتطعم بصلاحيات رئيس الجمهورية بإصدار المرسيم صحيح حكيت عن تجنيس فلسطينيين سيطعم بهم يعني أنتوا ناطرين تطلع تقرير الأمن العام قبل ما تتقدموا بطعنكم أكيد نحنا أكيد يعني كل شي رح يكون عليه أكيد هلأ رح نشوف كيف رح يتصرف يعني اليوم شفنا فيه طعن للقوات اليوم طعنت القوات صراحة بعد ما قريتوا تعرف شو فيه شو بيتضمن طعن للقوات وكيف على أي أساس عم بيطعن طعنوا بالمرسوم كليا أي يعني طلبوا اطلع المرسوم كليا أوكي لتوافقوا على الموضوع لا ما منوافق على الموضوع نحنا بدنا نشوف التفاصيل بدنا نشوف ونحنا عنا سئة بالأمن العام على كل حال أنه يعطينا فكرة عن الأشخاص يلي موجودين جوا وهيذا وقت أنت يكون عم بالجنسي كل شخص كالحاله كل شخص هو ملف لحاله يعني ما فيك تشمل كله سوى المرسوم يعني أنتوا مش قصة أنكم غضيتوا الطرف موضوع الطعن ولكن تنتظرون ما سيصدر عن الأمن العام قبل ما تتقدموا بطعن بس على الأكيد نحنا ما رح نطعن بصلاحية رئيسة جمهورية هذا أكيد دكتور أبو ناضر عن جديد بدي أرجع أطعك على ما يبدو الزميل محمود شكر تويفر معنا عبر الهاتف محمود نعم نعتذر عن رداءة الاتصالات المعلومات أشارت منذ بعض الوقت إلى دخول المسلحين عائلة جعفر إلى بلدة الألعى السورية التابعة لآل الجمل داخل الأراضي السورية وأشارت المصادر القريبة على الأرض من آل من عشيرة جعفر وأيضا من المصادر الأبنية التي تتابع ما يجري إلى أن عداد كبيرة من مسلحي جعفر هي أصبحت داخل البلدة وأن جميع العائلة من أفراد والصغار وكبار آل الجمل انسحبوا باتجاه البلدات الأخرى نعم على التحقيق إذا كانت هذه الاشتباكات وهذا الهجوم الكبير الذي اشترك به من حوالي 100 مسلح من عشيرة آل جعفر أدى إلى وقوع إصابات أو جرحة أشارت المعلومات إلى وقوع عدد من الإصابات في الجرحة تتحدث عن إصابة عن سقوط قتيل من آل الجمل ولكن في بداية هذه الاشتباكات نعود إلى التأكد من الخبر الذي بدأ يصل إلينا عبر الرسائل الصوتية وتحديداً لنوح زعيتر ويتحدث به عن أن موقفه كان يمر داخل الأراضي السورية وتحديداً قرب هذه البلدة فتعرض إلى واب الكبير من الرصاص وهو يقول بصوته أنه اتخذ إجراءات وقام أيضاً بعملية إطلاق رصاص اتجاه المسلحين وأن عدداً من جباته التي كانت معه أصيبت وأنه فقط معه عدد من الجرح يعني محمود بنفهم منك أنه نوح زعيتر بخير نوح زعيتر بخير لأنه وصلني عبر الهاتف مباشرة إلى الهاتف معي رسالة صوتية وهو يدلي بصوته ويتحدث عن كل المسجد وهو داخل أرض المعركة وتحديدا قرب بلدة العصورية ولكن الخبر المهم يعني منذ بعد الوقت من مصادر مقربة من عاز جعفر إلو أن مسلحيها دخلوا هذه البلدة وهم سيطروا عليها بالكل وعلى ديوتها ومنزلها وعلى الأحياء الداخلية والخارجية سألنا إذا كان أدت إلى وقوة جرحة يبدو أن هناك عملية فرار يعني للمستمع فقط أريد أن أوضح إلى أن هذه المعارك تجري داخل الأراضي السورية عند الحدود المتاخمة في منطقة الهرمت فوق بلدة القصير ما بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية جزء من هذه الأراضي هي لبنانيون ولكن هم في داخل الأراضي شكرا لك زميلنا محمود شكر طبعا نحن معك لن توفينا بأي جديد فينا نقول عصفورية أمنية ببعالبك الحلو أن عصفورية مدمرة في بلدة العصفورية هيك تتلخص القصة يعني بقى هالعصفورية المدمرة هيدي ما بقى مقبولة أبدا خلينا نكفي قبل ما يدهمنا الوقت يعني اليوم ما حكينا بس كأنه ما حكينا شيء عنا كتير ملفات ما نفتحها خلينا اسأل كنا عم نحكي بموضوع مرسوم التجنيس قلتلي نحن الأكيد لن نطعم بصلاحية رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم التجنيس بالعكس نحن بدنا نقوله صلاحيته للرئيس نحن عم نطالب بعد بإشي أكتر من هيك للرئيس شو عم نطالب حال تقدم يصير في عنده يعني الرئيس بنبعث له بنبعث له بنبعث له أرارات يعني مجبور 15 عام يعني تجواب نعم بقى بينما الرئيس الوزارة فيه ياخد مثلا الاقتراحات هذه يحطها بالجور ويخليها سنين بتكون تعدل الطايف يعني نا مش تعدل الطايف بس في أكيد في إشي بالطايف بدون تعديل أكيد في إشي بالممارسة يبينه أنه غلط بده تعديل أكيد وهون يبدأ نعطي لرئيس الجمهورية يقدر يكون هو على هالطولة هايدي نعطيه دور مش بس أنه هو بس بيدير الإيقاع وبيشوف إذا الشباب بدون قهوة أو تعبنين أو شي من هالنوع بدون يكون عنده دور فاعل ويكون عنده إدرة وسلطة معينة وهيدا الشي اللي احنا كمان عمضطال فيه إنه إذا مظبوط نحنا مثل ما اليوم طالي حكي متنا الرئيس بري شغلي قال لا نحنا بدنا وزارة المالية تيكون فيه الشيعة اللون توقيع عكل المراسيم يعني كل شي بده مال بده يروح على وزارة المالية يعني صار في عنده إنه هو عنده إقاع معين بقلب مجلس وزراء طيب السنة عنده والشيعة عنده والمسيحة شو عنده إذا المديرة هيك يعني قال نحنا الشيعة بدنا يكون فعلا نحنا قمضة عنده توقيع رئيس الجمهورية مشي الرئيس الجمهورية بيوقع وإذا ما وقع بيمشي المرسوم كمان هيدا ما هيدا الطايف شلو يال هال شو اسمه هالصلاحية انطلاقة من هون لا نحنا هلأ بدنا نرجع حقيقة نعيد النظر بهالموضوع هيدا لأن في شي كتير مهم أنه ما بقى لازم لبناني يخاف من لبناني ما بقى لازم لبناني يحس حاله أنه في هاللبناني الأخر ومصدر قلق لأله ساعتها بيصير كتير سهل نقدر نغير كتير أمور وكتير سهل أنه بكرة ننتقل علماني شاملة باللبنان ويصير في حقيقة الواحد يوصل لأنه كفوق طب هون بدي أسألك يعني في قصة توقيع المراسيم مراسيم القناص للفخريين عشناها على ما يبدو وقبل مرسوم الأقدمية عام نلاحظ وكأنه الوزير باسيليو شاكس بيدفع العهد التمن وبرجعوا بنفسه يلي لازم ينعمل يعني إذا المطلوب توقيع وزارة المالية لشوف تعالي المشكلة من الأساس صراحة أنا ما بعرف شو الخلفيات الحاصلة بيناتهم ما تنس أنهن حلفاء الأمس يعني بيعرفوا بعضهم منيح وفي عندهم حسابات بيناتهم يعني بقى أنا ما عندي هالتفاصيل تنعرف شو الخفية اللي وراها بس بزيت الوقت أنه ظاهر أنه لأ نحنا بدك تعمل الأمضة الوزير المال يعني وزير الشيعي يلي هو بدي يشوف إذا فيه توازن طائفة بالتعينات لأن وقت ما يكون فيه توازن طائفة لصالح أو فيه خلل بالتوازن طائفة لأي طائفة مسلمة بلبنان بيقف المرسوم وإذا فيه خلل تجاه الطواقف المسيحية بيمشي المرسوم عم نشوفها بالجامعة اللبنانية عم نشوفها بكتير وظائف بالدولة اللبنانية اليوم عم نشوفها بالوزارة التربية بنعمل أوقات مباراة بيجي مثلا 51 عالمية مسيحية وتسعة واربعين مسلم توقف ومنشوف أوقات بيجي تسعين بالمية مسلم يمشي إذن لازم بقى نحن نبلش نفكر جديا أنه يصير فيه معاملة بالمثل إذا مظبوط فيه كل شيء بدي يكون فيه توازن طائفة نعملها وين ما كان وحتى بالمراكز يلي يلي بيغير وزارات وبيغير هيدا ومن هون الأهمية أنه نقدر نشوف كمان شو عم بيصير ويمكن لو ما شاكس الوزير بوقت يمكن ما كانوا مرة أقوله شي ما كانوا مرة أقوله ولا تعين أصلا إذن أنا ما فينا أعطيكي جواب هون الشافة لأن ما بعرف شو الخلفية اللي حصلت بينتهم دكتور أبو نادر المستشار العام لرئيس حزب الكتائب عم بسمعك وكأنني عم بسمع صدى للوزير بسيل لا أنا عم بحكي هلأ صدى الحق وقت كون في حق بمحل عم بحكي أنا خاصة الحق أنا بحس أنه فيه إشحيف بحقنا نحنا أنا بحكي الشي العاطل اللي بقوله والشي اللي بنيح بقوله أنا في وقت كون فيه شي لازم ينتقد بنتقده وقت كون فيه شي أنا بعتبي عم بيدفعلي عن حقوقي لا أنا ساعتب اللي في هذا الشيء خليني أسألك هوني موضوع أختام ختم جوازات السفر الإيرانيين برأيك فيه سجال كبير حول الموضوع وعلى ما يبدو الأمور ذاهبة نحو المواجهة بين وزارة الداخلية وإذا فينا نقول بين الأمن العام الوزير المشنوق قال وأعلن صراحة أنه هو رح يلغي هالقرار برأيك هل ينجح الوزير بتوقيف هالقرار هلأ منشوف هلأ منشوف أنا برأيي أنه كان لازم هو الوزير من زمان يكون مطلع على الموضوع ويمكن كان مطلع وكان مرأة بس وقت طلعت صرخة هيك بها الشكل لها إذا رجع قرأة يوقفها صراحة أنه ما عد عنا سئة إذا بديك بها الدولة متمهيرك بهيك أنا بس أدي إليك شغلي أنا في عندي ناس أصحابي رحوا على إيران سيفروا على إيران وطلبوا من السفارة هون أنه يعطون ورأة تحت هونيك ما يختمون الجواز تابعون بإيران لا على الخروج ولا على الدخول لأ ما بدون بهالبكرة الباسبور يروحوا في أوروبا وامريكا يقولون ليش رحتوا على إيران وهيك صار يمكن الإيرانيين عم بيطلبوا بالمثل اللي هوني في لبنان صراحة ما عندي هالتفاصيل بس في شيء أكيد أنه هالبروستيور عم بتصير بكتير بلدين يعني الإجراء مش خاص بالإيرانيين بيتطبق على كل الرعاية بس على الإيرانيين بس أنا بعرف أنه هيدا الإجراء هيدا بيحصل بكتير بلدين وبيحصل بيحصل مع كتير ناس بوقتنا لو قيت وقت كان في الحصار على صدام بالعراق والناس كانت عم بتسافر على العراق كانوا عم بيسافروا وكانوا يخطمون على ورقة من خارج الباسبور على كل حال المدير العام للأمن العام اللي وعباس إبراهيم بتصريحات بصحيفة الجمهورية بيقول أنه البعض عنده خيال واسع بموضوع بها الموضوع وأنه كتير من الدول الأوروبية والخليجية تمتنى عن ختم جوازات سفر مواطنية تطبيقا لمبدأ مثل محضرتك أشرت له اعتبارات خاصة بالأشخاص وفيه بيقول هو أنه المرجع مش هي الأختم وإنما تكنولوجيا أو الداتا الموجودة بالمطار اللي بتحدد مين دخل ومين خرج أنا منها الرأي نعم بتأيد يعني مش نطرين نحنا نطرين نختم الباسبور أو ما نختم الباسبور يعني هي أخذت على الموضوع بما أنه أنه هاي دي وسيلة لتمرير البسيج المقاتلي البسيج أنا برأي على كل حال هاي يمرقوا من دون محدا لا يشوفهم لا بطلعين ولا فايتين أنا بشواقف على البسيج يعني أنا ما برأي هيدا التخوف رح يكون من هالموضوع هيدا لأنا عم بيفوتوا عم بيضهروا ساعة لبدون على لبنان نحنا عم نحكي على الإيرانيين العاديين يلي بديوشوا على لبنان إذا عندهم هني إنه إدرا إنه أو إذا هني عم بيطالبوا بهالموضوع هيدا يعني بيديق وبيغير بلاد ولا ما بعرف إذا الختم اللي بنيها القدي بيديق يعني بس إنه عكل حال هيدا إجراء بيحصل بكتير بلدين وأنا بعرف أنا شخصية ما رحت على إيران بس بعرف إنه في كتير من أصدقاء اللي رحوا على إيران ما ختموا الباسبور وطلبوا إنه ما ينختم باسبوره خليني انتقل لما لفهم هم يعني نحن رح نمدد رح نسمح لحالنا نطلع فوق القاعدة ونمدد شوي لأنه أخذنا من وقت كتير بالمداخلات حول الوضع الأمني ببعالباك بعد نكسة الانتخابات يلي أصابت الحزب في معلومات عن محاسبة وتحميل مسئوليات ونفضة حزبية صامتة سؤال كان عندكم اجتماعات المكتب السياسي طويلة كبيرة بـ 19 أيار الماضي شو تغير بمقاربة الكتائب السياسية بناءا على ما أفرزته صناديق الاقتراع أول شي نحن استخلصنا العبر ما بيعني إذا نحن مطلعنا وطنطننا وطبلنا برا أنه ما صار شي بالعكس صار كتير إشياء ونحن هلأ بصدد نعمل إجراء شامل في إصلاحات على صعيد البنية الحزبية عم بتحصل بلشت في أمور تتعلق بالخطاب السياسي والتوجه السياسي تتابعنا كمان رح تبلشوا كمان تحسوا الفرق بعد شوي كمان وفي إشياء بتتعلق بمقاربتنا للأمور الاقتصادية والاجتماعية وبزات الوقت الأمور بتتعلق بالمطالبة بأمور معينة خاصة على صعيد الأمور استراتيجية اللي بتتعلق بلبنان الأمور استراتيجية دفعية الوجود السوري النزوح السوري الفلسطيني بالنسبة لنرجع نشوف كيف بدنا نمرق موضوع اللي مركزية بلبنان حياد لبنان يلي نحنا متعلق فيه كتير ومن لأنه ما في خلاص للبنان إلا بالحياد وبش بس ننقى بالنفس نقود نكذب على بعضنا كامل لأ بدنا نحيط لبنان لأن ما فينا نحنا نكون عم 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 نمشي مع صراعات إقليمية بش بس عم تأذي لبنان بس عم تأذي شريكي بالوطن يعني كل واحد باللبنان بدو يقول أنا شريكي بالوطن بيمرق قبل مصالحي بالخيرج وعلاقاتي بالخيرج وانطلاقا من هون نحنا فينا نرجع نخلق سبيت بلبنان ونرجع نخلق هيكي حقيقة جوا ونعيشوا كلنا سوا بلبنان الشغلة الثانية في المقاربة بالحزبية اليوم نحنا سمعنا الناس متما قلتلك نحنا هالسنتين يلي نحنا عمليه هون قبل الانتخابات يلي كان حقيقة عم نجرب نرجع نوصل أسلوب جديد ونمط جديد بالعلاقة السياسية بلبنان وكتير كررها هيدا رئيس الحزب أنه نحنا بدنا هيكي نكون عنا طروحات عابرة للطوايف وللمجموعات الطائفية بلبنان تحتى حقيقة نبلش نخلق موديل جديد بلبنان أنا برأيي هيدا الشي عطى صدى معين بس مش قد ما لازم وبرجع بقلك مش قد ما لازم لأن نحنا بلشنا واشتغلنا بزرف تاريخ اليوم منو ملائم بعد لهالشي هيدا لأن بعده الظرف بش بس انقسام طائفة صرفين انقسام مذهبة بلبنان نحنا ما قدرنا خطورته على الأرض وقديش خالق جو خوف من الآخر على الأرض وبزيت الوقت نحنا عملناها بظرف أنه اقتصاديا البلد كل الناس عم بقولوا رح ينهار اقتصاديا البلد وجينا نحنا عملناها بظرف أنه في تحديات أكلمية كتير كبيرة أمنية اليوم واليوم عم بيحكوا أنه إسرائيل تهجم على لبنان وترجع تهجم على السورية ويصير فيها لطيف شو يعني أمام كل هالأجواء هيدا ما في شك أنه وقت يجي واحد يحكي بس عن الأمور الاقتصادية والإنمائية والبيئية أنه هذا ما بيقدي وهذا ما بيعطي الأجوبي للناس الأجوبي الشافية للناس مشان هيك نحنا استخلصنا العبار ومشان هيك أنه بلشنا نشتغل وعم نشتغل متما أنت قلت بيصمد بالوقت لحاضر نحنا منا بيجاوب الحزب أبدا نجي نقول بدنا نقبت الشروس وفي ناس أخطأوا بدنا نقبت الشروس ونعمل هيدا هيدا الشي مش مظبوط أبدا وهيدا مش بنمط الكتاب ولا بتربية الكتاب ولا بجاوب حقيقة اللي بدنا نخلقه اليوم بالكتاب بدنا نرجع نخلق العصبية الكتابية اللي هي خلقة المحبة بين الكتاب والتضامن والتضافر بين الكتابيين وهيدا نحنا الهدف الأساسي اللي عم نشتغل على أساسه وصار فيه هيك تغيير مثلا مؤخرا يلي صار فيه تعيين أمين عام جديد بحزب الكتاب والأمين العام القديم يلي صار هو نائب رئيس تالت اليوم يلي حقيقة عم بيقوم عم بيكفي بدوره بالحزب لأن شخص عنده 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 هيك بجاج كتير مهم لازم الحزب بيستفيد منه كمان وبذات الوقت اليوم في task forces نرجع عمله بالحزب على عدة أصعدات حتى يعدوا يشتغلوا على تحضير طبع الفكر السياسي بالحزب اليوم وعلى العلاقات بين مع الأحزاب الآخرين وكيف نرجع نخلق تحلوفات لمواضيع يمكن تكون مواضيع محددة يمكن أو مواضيع بعيدة الأمد لأن فيه إشيه كتير اليوم نحن بكرة هنتواجه فيها بقصة الفساد إذا بكرة بالفساد بمشروع محاربة الفساد بكرة يمكن حزب الله نلتقى معه بإشيه لحزب الله بمحاربة الفساد نقول له لا خير نحن نرجع نمشي ضد الفساد ونحن نقبل بالفساد لأن أنت ماشي ضد الفساد إذن بأمور معين نحن نكون كمان عم نشارك لأن هذا نحن نعتبره أمور استراتيجية بقصة مثلا اللامركزية في كتير اليوم من الأحزاب اللي اليوم رح يشاركين بالحكم رح يشتغلوا على اللامركزية هذا مشروع الأساسي تابع حزب الكتائب وهذا المشروع اللي اشتغلت عليه الكتائب وهذا المشروع اللي قدمت عليه في مشاريع عديدة قدمته الكتائب بتطبيق اللامركزية بلوبنان وكان سامج مية شخصيا باللجنة بمجلس الدوابي اللي هي بتطعطي بقصة اللامركزية نجي منقول لا بكرة لأن في فلان عم يشتغل باللامركزية ما رح نشتغل معه ما منقبل نشتغل معه إذن نحن نكون عم نتعامل هلأ بكتير وقعية على الأرض وكل هالموضع هاي دين عم نطرحها بشكل بشكل فعال وبشكل جدي أنت رح تظهروا هالصورة إعلاميا عن الأقل يعني أنتو عم تدرسوا هلأ وعم تحطوا الخطط بس نحن مش شايفين شي ولا أعلنتوا على شي لا أكيد هلأ في هلأ عم بيتحضر هيدا ورح عم نبحث كيف نظهرها هل منظهرها بشي كبير أو منظهرها تباعا هيدا رح تكون هيك خطوات تكتير رح نكون عم نبلش فيها بلقاء سابق عبر منشاة المساوة تحديدا من هالمنبر وعت بورشة وين صرت بهالورشة رفيقنا نظارنا جاريان من أول الناس يلي رجعوا يلي كانوا كتير بعادة عن الحزب ورجع اليوم على الحزب وأنا برأيي بوجوده اليوم بحزب الكتائب بنازو الملقب بنازو يعني كل ناس بيعرفوه هيك أنا برأيي بتكون هيدا باب مهم تحتنا رجع كتير ناس ما فينا أقول كل الناس نرجع كتير من هالرفاق القدامة يلي قاعدين برا ويلي ما نعطاهم حق أبدا أبدا يلي عطوا كتير للحزب وعطوا كتير للبنان وما أحدا قال لهم يعطيكم العافية أنا برأيي اليوم هيدا كانت بادرة يلي من خلالها نقدر نرجع نرجع كتير ناس على الأرض اليوم ما في شك أنا رجعت بكنون الثاني كنون الثاني كنا بجو انتخابات ما كان في مجال نعمل شي يعني بس اليوم بهالتركيب الجديد وهيدا الجو يلي اليوم موجود بالحزب وعند رئيس الحزب خاصة أنه نرجع نخلق هالمصالحة الكبيرة اليوم بالحزب وبجيت الوقت نرجع نرد كل هالناس هيكي على الحزب بقى لي ما بيعرف نازو يعني هيدا نازو من الناس يلي بيقدر كتير يفعل على الأرض لأن عنده هدوء وعنده فطنة وبيعرف الحزب وبيعرف الأرض والأرض بتعرفه لنازو ماذا عن مصالحة الكتائب والقوات أمتي أنا برأيي هيدا موضوع رح يكون مصالحة بين حزبين يعني بأخرة نهار اليوم ما في شك أنه في عنا قواعد مشتركة بين بعضنا وهيدا الشي مثل نحنا أنا اليوم في جديا بالكتائب اليوم في جو أنه نحنا نرجع المتجسور مع الكل ونبحث نرجع نحكي مع الكل ونشوف شو فيها نعمل مع الكل يعني بختم حديثنا تعبناك معنا اليوم لا أبدا خليني أقول أنه في خلاصة الكتائب عادة صوت العهد بعد ما كانت صوت الناس قبل الانتخابات لا مش مظبوط منا صوت العهد بس ما بقى صوت ضد العهد هيدا اللي فينا نقوله نحنا ونحنا إذا العهد خلط رح نقل له غلط ومطل ما عملنا بقصة التجنيز وكنا أول ناس يلي رحنا رفعنا الصوت هلأ بتجت بيلي بس أنتوا ما طعنتوا ايه لا نحنا مرح نطعن بصلاحية رئيجة مورية بس ممكن نطعن بالقنون هذا الشي بيرجع بعدين لشو رح تطلع نتيجة اللي حكينا عنها مرح نكرر حكينا عن شي شكرا كبير للمستشار العام لرئيس حزب الكتائب اللبنانية الدكتور فؤاد أبو ناضر منعتذر قديش عنا وقت بعد عنا شي ديئتين عنا شي ديئتين شو بتحب تقول طيب أنا بس الناس ما بتعرف شوية عن الأمين العام اللي رجع اينا اسمه نازانة جري اهو نازو في ناس بيعرفوه اكيد في كتير ناس بيعرفوه في ناس ما بيعرفوه رخبرك بس قصل بتلخص شوي مين هالشخص اللي اجل اليوم استلم أمين العام بحزب الكتائب بالتمانينات قررنا مع بشير نعمل تجنيد مشان الطلاب بالمدارس بقى جينا فكرنا انه هيدا رح يكون مشروع كتير ضخم يعني في عشرات ألوف تلميذ بالمدارس بدنا نجندون وبدنا ننجح بهالعملية هيدا لان صار في بعض المحاولات يلي ما كانت كتير زابطة بقى جينا قلنا انه بده يمرو تقريبا على سنتين كان شي خمسين ألف تلميذ انه بدنا نكون حقيقة عنا شخص بيعرف يدير هيك ناس هيك بشر يعني واجينا عملنا شو job description طبع هالشخص وشو البروفايل طبعه تحتى نشوف مين بده النقي بدنا شخص أول شي معلم بدنا شخص عنده كفاءة بالتنظيم عنده هو شخصيا يكون عنده ماضي مقاتل لان تعرف كيف يحكي مع الناس أخلقيا يكون قدمي ويكون مهزب وبيعرف يتعاطى مع الناس وبذلك الوقت عنده قدرة قيادة قدرة القيادة والقدرة القائد حتى يدير مجموعة طويلة عارضة من هالنوع لان بده يطعم بقى حطينا كل هيدول البروفايل وبلشنا نعمل تيك بقى شفنا انه اللي أخد نجح بكل هيدول هو نازو بقى قررنا انه نجي نعين نازو يلي هو مسؤول على الموضوع هيدا ونازو عنده عنده أسلوبه وعنده هيك ايكيب هيك ناس مثله هيك كمان خامة مثله بقى عيننا نازو مسؤول عن الموضوع وبشير كان هو عم بيلاحي قصة الطلاب كان بيهمه كتير 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 تنجح التجربة واخدنا قرار نحنا انه نحنا بدنا يكون بتجربتنا عكس تجربة الدولة بالتجنيد الأجباري يعني نحنا ما في واسطة عنا يا واحد عنده بيبلاء أو عنده ميوبي بيجي على التجنيد مثله متلهيره ابن الوحيد بيجي على التجنيد مثله متلهيره بس اكيد ما بيروحوا بيقيت له هيدول بيكون في عندهم دور إداري أو غير دور وانه نحنا بدنا نعطي غير جو انه كل واحد بياخد حقه بدنا نبلش نعلم من خلها الطلاب انه كيف بدنا نرجع نبني لبنان الجديد مع بشير اذا بدي كايدك كانت الفكرة نعم بقى أثناء الممارسة بيته نازو بتلفله بشيره هناك نهار قال له نازو بدي منك خدمة فيه الرئيس شامعون طلب مني انه اذا فينا ناخد شاب هيدا نعفيه من التجنيد الاجباري بتعرف بني شغلي وما فيني ارفضه ايها وبتعرف الرئيس شامون ورئيس شامون شرح له انه ما فيني اقول له لا لرئيس شامون سمعوا سمعوا هيك نازو قال له انت بتعرف باش ما كان فيه او رئيس او باش يعني انت اللي بدك يا عدم ميت بتمون بس بعتذر منك هيدا ما فيه النفذة نحنا اخدين قرار انه نحنا ما فيه وصايد لو مين ما كان لو شو ما صار انا بدي اعتذر منك ما فيني نفذك بقى انا هيك رجع بعدين نازو تحت لو انت شايف باشير عم بي عم بيركز كتير عليها قال له نازو انا برح اجل لك بدل ما يجي به هالدورة بيجي بعد دورة هيك بلحق يحب الحال وكذا والاخري وهيك صار وهيك صار بقى ورجع باشير اجا وهنالة نازو وباسو هيدا باشير باختنا ريكي كان عنده هالميزة وكان يشتغل اكيب باشير نوعية الامين العام اللي ايجينا اليوم على حزب الكتائب يعني بالنهاية هذا حزب عريق وكل الموجودين فيه هني اكيد عريقين باخلاقهم وبماناقبيتهم على امل ان يكون فيها النظرة الجديدة المنفتحة العادلة يلي لبنان بحاجة لقلا بدنا نشكر وجودك بيناتنا الى لقاءات اخرى مقبلة المستشار العام لرئيس حزب الكتائب اللبنانية الدكتور فؤاد ابو ناضر شكري كبير لكل اللي تابعونا بحلقة الليلة الكن قطيب تحيات فريق العمل المؤلف من ريتا أسعد كارول كرام والزميل المخرج بيرجاموا تصبحوا على خير